مساء الخير الشهور الباقية من 2023 ستكون أشهر مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم وتحمل كثير من القلق ثم القلق على لبنان ومن الجنوب إلى الشمال والله يحميها البلد أرى عملية اغتيال في قلب أوروبا قد تطال شخصية بارزة مما يشكل كثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام خاصة أن الشخصية المستهدفة هي شخصية دبلوماسية وليست عسكرية كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وحالة التوارئ تعلن في البلاد جراء أحداث مؤسفة وذلك خلال الأشهر المقبلة فيادانات وأحداث مؤسفة تشتاح تركيا مما يصير الذعر بين السكان والرئيس التركي يعلن حالة توارئ في البلاد بعض الدول في قارة أفريقيا ستشهد المزيد من الانكلابات العسكرية وغير العسكرية وسنرى اندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية وانتشار كبير للأمراض والأوبئة أصوات طلب النجدة وصرخات الاستغاثة سنسمعها بشكل مباشر ومؤثر على شاشات التلفزيون وهي تصدر من داخل أحد المراكز المالية أو التجارية الكبرى في أحدى دول العالم وذلك بسبب وقوع حدث مؤسف وخطير وسنرى عمليات الإنكاز لمساعدة جميع العالقين في هذا المركز واللي بحب يتواصل معي رأم واحد ما في غيره رأم مكتبي هو 0096170546777 دولة عربية تتصدى لكل أنواع الإرهاب وإنقاذ هذه الدول من أزمات مالية حدة شهد أخطر ما توقعته ليلى عبداللطيف تتوقع ليلى عبداللطيف أن قائد طائرة بيتعرض لأزمة قلبية مفاجأة أثناء القيادة بالجو ومساعد الطيار حيقوم بمعجزة بيمنع من خلالها حدوث كارثة جوية ومأساوية خطيرة الأزمة بين المغرب والجزائر تعود من جديد إلى وجهة الخلاف والتصاعد بشكل غير مسبوق المغرب حتكون أمام ثورة إصلاحات واسعة بيرافقها حدوث تغيير في الحكومة المغربية وفي بعض المناصب الحساسة وحتم إصدار قوانين جديدة حتكون لمصلحة المواطنين والموظفين والعمال في أنحاء المغرب كمن المغرب في السنوات القادمة حتكون مركز لاستقبال حدث رياضي عالمي لأستبعد أن يكون هذا الحدث هو جزء من المونديل لأنني أراه في صورة وقعية آتية عاجلا أم آجلا في تاريخ المونديل والمغرب الأحداث والاحتجاجات اللي بتشهدها إيران اليوم أراها تتواصل وتتصعد في الثلاثة وعشرين والأمور في بعض المناطق هتصبح عنيفة وخارج السيطرة وحتأدي لحدوث بعض التغييرات السياسية والعسكرية في المناصب أرى الحلول قادمة وعودة الهدوء للشارع الإيراني بتشكل أكبر مفاجآت على الساحة الإيرانية خلال المراحل القادمة كمان إيران هتكون تحت رحمة الطبيعة والفيضانات أسبانيا هتكون تحت رحمة الطبيعة والفيضانات والمياه بتغمر عدة مناطق وشوارع أسبانية الأنظار هتكون على العاصمة مدريد والإعلام بينقل الخبر والمشهد من مطار برشلونا والحادث مؤسف وقد يطال هذا الحدث قطاع مترو في أسبانيا من جراء كارثة طبيعية هنسمع عن اجتماع طريق بقيادة ولي العهد السعودي بيدعو إليه جميع القادة كفة من أجل اتخاذ قرار حاسم وحازم ببدء شن حملة وسعى على مراكز وأماكن الفساد وتنفيذ القوانين بحق كل الأشخاص المتورطين في كافة قضايا وأعمال الرشوة والفساد مهما على شأنهم أو مكانتهم على أرض المملكة هنسمع من شركات وهمية بتعمل خارج الأراضي السعودية هتقوم بعمليات نصب واحتيال على بعض الأفراد والشركات في السعودية وأيضا غير السعودية وده بواسطة العملات الرقمية المزورة وشايف تدخل حاسم وفاعل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتحويل القضية دي لأجهزة الانتربول الدولية عشان تتخذ كل الإجراءات والملاحقات القانونية اللازمة للكشف عن هذه الشركات الوهمية وفتح أصحابها وتقدمهم للمحاكمة قبل أن يتمكنوا من النجاح بأي عملية احتيال بالمستقبل هذه القضية تتوسع وسنسمع الشكوى والصرخة من عدة دول ومن عدة أفراد كانوا ضحايا لهذه الشركات الوهمية واللي سرقت أموالهم عن طريق العملات الرقمية المزورة وفي النهاية شايفة أنه هيتم الأبضع على المتورطين والمشاركين في عملية البيع والنصب والإحتيال كمان حيشهد الوسط السياسي اللبناني استقالة أحد الشخصيات السياسية وهنا سنرى المفاجأة المؤسفة ومعها استقالة لعدد من الشخصيات اللي قد يصدم الجمهور اللي قد يصدم الجميع والشارع ألف من الجنود الأمريكيين حنراهم يتوجهون نحو الساحل اللبناني وسنرى هذه القوات تنتشر في منطقة عوكر وتحيد بالسفارة الأمريكية من جميع الجهات هذه القوات تشكل قاعدة رئيسية في المنطقة وتكون لحماية البحر ولبنان وسوريا من أي أحداث أو تطورات خارجية وشايف حكومة الرئيس نجيب الميقاتي مش هتبقى على هذه الحال والحكومة ستتفكك الموسيقار ملحم بركات حيلحن أكتر من أغنية للفنان فارس كرم اللي هتحقق نجاح كبير وحيشهد الوسط الفني فضيحة أخلاقية بالصوت والصورة بتطل أحد الوجوه الفنية الفارزة وهتهز الجمهور اللبناني والعربي وهتكشف الحقائق عن مؤمرة للإقاع بفنانة مشهورة مما يؤدي إلى طلقها من زجها الحالي فضيحة بطلها فنان مشهور بيبتز أحد السيدات من خارج الوسط الفني وحنشاهده بالصوت والصورة بيعتدي على السيدة بالضرب أيضا شايف ليلة عبداللطيف فرج قادم للموظفين لتخفيف أعباء المعيشة والغلاء وبتزف البشرة للمواطن اللبناني عمتا والأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن خاصة وشايف بوادر صدور قرار بيخرج ما بين مجلس الوزراء ومجلس النواب برفع الأجور وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام مما يجعل المواطن اللبناني يشعر ببداية الانفراج المادي لتحسين الوضع المعيشي خلال مرحلة القادمة صفحة جديدة من العلاقات ما بين دولة الإمارات واللبنان اللي حتبدأ خلال مراحل قادمة وده حيؤدي لتسهيل دخول اللبنانيين لدولة الإمارات للعمل وحنكون أمام مشاهد اجتماع عربي دولي وقرى الإمارات هي الدولة اللي حتكون الرعاية لهذا الاجتماع وده بسبب حدوث تطورات وأحداث مهمة على الساحة العربية وحيصدر عن هذا الاجتماع قرار بتكليف رئيس الإمارات بالقيام بمهمة عربية حساسة وعجلة حتبدأ من العراق وتصل لسوريا وتنتهي في ليبيا وهذه المهمة للشيخ محمد بن زايد حيكون لها أثر طيب وإيجابي عند معظم شعوب هذه الدول وأرى أن التوفيق والنجاح يرافق رئيس الدولة في هذه المهمة الحساسة وأرى يتخطى الصعوبات وينجح في الوصول إلى حلول وتفاهمات لاحتواء هذه الأزمة وبشكل مباشر خصوصا على السعيد العراقي الإيراني حركة بلماسية ناشطة في 2023 بتشمل سلطنة عمان والسعودية وبسبب أحداث عربية وبرزة في المرحلة القادمة السلطان هيسم بن طارق بيتجه لإصدار قرارات حكومية بتشمل زيادة الأجور وتصحيح الأوضاع السكنية والمعيشية أمام جميع المواطنين في سلطنة عمان وحنرى افتتاح مطار جديد في عمان بأحدث المواصفات الهندسية كمان السلطان هيقوم بإصدار قرار بالعفو عن بعض السجناء في سلطنة عمان اللي لم يقوموا بارتكاب جرائم كبيرة وخطيرة خاصة من كبار السن سنشهد لأول مرة حضور فاعل ومهم لسلطنة عمان في لبنان وفعد الدول العربية أيضا بشكل مفاجئ بسبب أحداث مهمة قطر حتلعب دور كبير في الحرب القائمة ضد كل أنواع الإرهاب في بعض الدول العربية خاصة على الأراضي الخليجية وأمير دولة قطر حيقوم بمبادرة إنسانية فاعلة وعجلة لمساعدة إنقاذ بعض الدول الفقيرة اللي بتعاني من الأزمات المالية الحد في ظل هذه الأوضاع القاسية اللي بتمر بيها شعوب هذه الدول ولا أستبعد أن نسمع خلال المرحلة القادمة كلمة شكرا قطر من دول عربية ومنهم لبنان وبكده متابعين الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من أخطر ما توقعاته ليلة عبداللطيف شكرا لكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دومتم في أمان الله ورعايته شكرا لكم